وكيد هلأ حنبقى بعالم الطفل ففي بعض الحالات قد يسيب الأهل حالة من القلق عندما يتأخر طفلهم في الكلام وتبدأ هنا التجارب وفق إرشادات الجيران والأهل والمحيط كلهم حسب تجربته فهل تأخر الكلام عند الطفل قد يكون مؤشرا سلبيا ومتى يصبح خطيرا هذا الشيء رح نتعرف عليه أكيد مع ضيفتنا الاختصاصية في التربية الخاصة صباح الخير أهلا وسهلا فيكم نسعد كل أوقاتكم يسعد صباحكم أهلا وسهلا يعني خلينا بالبداية نحكي أو نوصف المشكلة بالعموم شو السباب اللي ممكن يخلي في عنا أطفال متأخرين بالكلام عن أطفال تعني تماما إحنا اللغة هي من المؤشرات الصحية عند الأطفال يعني بداية اللغة بداية أنه يبلش يطلع الطفل أصوات يبلش تقريبا بأواخر الشهر الثالث يبلش طفلي ناغي بيبلش يندار ع اسمه أو على صوت عالي صار قدامه فهي بتعطينا مؤشرات إيجابية أنه إحنا ماشيين بالسليم مثل ما بيقولوا طبعا في أطفال ممكن تتأخر بس في خطوط عريضة للصحة الغوية إذا خلينا ما نسمع أنه هي الطفل بهذه آخر فترة بيكون ببلش يلتفت ع اسمه يعني أدران يسمع منيح أنا دائما لازم أكون بالعمر الصغير طفل ما بقول أنه أنا ما عم بسمع فدائما أنا بدي أنتبه أنه الرضيع اللي عندي يترا في عنده رشوحات زيادة أنه رشوحات بتعمل أكياس مي بالإدن أو بتعمل مي بالإدن ممكن أنه تعيق السمع عند الأطفال فممكن ما يسمع أو توصل الكلمات مشوهة أو في أحرف ناقصة بالكلمات فبتتعطيني لغة مشوهة أو بتأخر فيها الكلمات طبعا آخر تسعة تشهر نحنا منلاحظ أنه طفلنا بيستجيب لإسمه وبيستجيب مثلا أنه ما تعمل أو لأ أو الكلمات كتير بسيطة فهو أدران أنه يستجيب لألة بس كمان نحنا بننظل أنه منتبهين لهذه الخطوط العريضة أنه طفلنا مثلا بهذا العمر الجوهري أنه ما يعد على شاشات التلفزيون حتى أحيانا مثلا إمهات تقول أنه أنا دايرة وشه عن التلفزيون وعم يسمع بس هذا السمع اللي عم يسمعه يا ترى هو مناسب لعمره صحي النغمات هي ترى معيقة أو مسمرة للطفل بعمره دائما حتى أنا إذا بيسمع طفلي ففيش أشياء معينة بيسمع الطفل هي جيدة لأله بتساعده على العملية التربوية طبعا في عنا أهل أنه ممكن يكون وراسي أكيد تأخر الكلام بس مثل ما قالنا نحنا في عنا خطوط عريضة لازم نظل نحنا منتبهيل له يعني مثلا بالسنة من 12 شهر ل 18 شهر تقريبا سنة ونص مفروض الطفل أنه يصير عنده بعض الكلمات أو يخرج بعض الكلمات حتى لو ما كانت واضحة يعني بقبل منه كلمات ما أنا واضحة بس هو عم يعطيني النغمة الصوتية لهذه الكلمات عنده الإشارة كتير منيحة بيقلد بيقدر يقلد هاي كلها يعطى مثل بتعطيني الأسافيات لبناء اللغة السليمة عنده الطفل أكيد طيب يعني هلأ مثل ما حكيتي العمر 12 شهر أنه لازم يكون عم بيحكي كم كلمة أو أقلها بابا ماما من هذول كلمات العادية تمام أمتى بيعتبر الطفل أنه هو تأخر عن الكلام يعني الأم تشعر عن جدة بالقلق يعني فوق السنتين ولا أمتى وكمان كيف ممكن نحنا الطفل يكتسب لغة جديدة يتعرف على الكلام أكثر كمان برأيك؟ تمام مثل ما قالنا نحنا وقت الطفل أنا عم بنفذ يعني مثلا بآخر بالسنتين مفروض كله قادران ينفذ أوامر بسيطة في أطفال بتحكي بعيونه إذا جزمنا أنه نحنا في عنا تأخر لغوي ناتج عن وراثه فالطفل بتلاقي عم يحكي بعينه يعني ملاحق بعينه إنتي شو عم تحكي قدامه عم يطلع على التفاصيل اللي عم تحكي عنا عم بيأشر هادا كلهاته مؤشرات إيجابية إذا الطفل متأخر عن طريق ويراثه مثلا في عند البيئات الفقيرة الفقيرة كيف يعني ضعف بالتواصل مع الطفل إنه دائما طفل قدام شاشات تلفزيون أو مع الموبايل عملتها هاي بتعمل عندي تأخر لغوي للأسف مو بس تأخر لغوي بالحق شوي مشاكل بالتواصل التواصل بقصد فيه نظرة العين الملاحقتي بالحركة انتباهي تنفيذ الأوامر الإشارة هاي كله يعته هي مفاتيح التواصل فببلش طفل هون يتأخر فيه له هاي المفاتيح بثلاثة سنين هلا بيجينا مثلا أطفال إنه هنه فوق للسنتين قريب عثلاثة سنين إنه الأهل إنه هو ما بيحكي أو متأخر فطلب منه للطبيب إنه هو يقعد بروضة لحتى يقدر يحكي مع باقي الأطفال إذا الشغلة مانا وراسية فهو نحنا كتير متأخرين بالكلام أنا صار ما بدي أشتغل ما عادي يهمني لغة أنا بأجل شوي اللغة وببلش بشتغل على انتباه الطفل أكتر ببلش حط الأساسيات اللي هو ما لحق بعمل تسعة شهر والسنة برجع بزرع له ياها بعلمه الإشارة بفرض أنا أشهر قبل ما أحكي الكلمة يعني الطفل إصبعته تسبق عينه وأنا بدي علمه اللغة هاي كلها نحنا منبلش نرمم طبعا للأسف في أهل بيكون عندهم رد صادم يعني لهي القصة فهنا إنه لأ الطفل أموره بخير وطبيعي وفيه إخصاص يراسية كتير عنا بالعيلة مع إنه الإختصاصي بيكون شايف إنه لأ نحنا في عنا مشكلة واضحة بمشكلة التواصل طيب ريم هذا يعني حالة من الحالات اللي ممكن نتمر مع التأخر بالكلام إنه ممكن يكون فعلا مثل ما قلت وراسة أو ممكن يكون بسبب سوق التواصل بالعصر اللي نحنا فيه يمكن طريقة التربية بحد ذاتها عم بتخلي فيه تأخر بالكلام من حيث إنه عزل الطفل لفترة طويلة مع ألعابه مع الكمبيوتر مع أبعاده عن المحيط إضافة إلى إنه مثلا لهلأ في عنا عادة إنه بيحبوا الطفل لما بيخربت بالكلام لما بيتأتأ بالكلام بيفكروا إنه هاي نوع من الدلع والغناج فبيعتبروا إنه هذا الشي محبب شو الحل مع هاي الحالة وكيف ممكن يتم تخطية وخصوصا عند بعض الأهل اللي هنا لسه مانوا مستوعبين إنه هذا الخطأ بالتربية رح يؤدي لمراض يمكن عنده طفل تماما إذا بدي حكي عن هالطفل نحن بعمر السنة للسنة ونص وأتبقوا عندي كلمات طبعا أنا كأهلك أو كأم ما مفروض إني أصلح له لا أنا بزيد عن الكلمة لأنه هو عمليا الأحرف عنده لسه ما ننازجة يعني هاي المراكز لسه ما ننازجة هو بالتطور تبعه رح يكون في عنده هذا النضوج أنا بزيد عن الشي اللي قاله مثلا إذا قال طيارة تاية مثلا فأنه طيارة تاية بتطير بالسماء صوته عالي ممكن أعطي شوية كلمات طبعا للسنة ونص تقريبا هاي القصة قبل الروضة أنا بصلح له بطريقة غير مباشرة يعني إذا قال لي مثلا سيسي عالسيارة فأنا بقول له سيارة سيارة كبيرة ماشي بالشارع إحنا بنتبه وقت تكون في سيارة وأنا بأكد على الكلمة اللي قاله أنا بعمله تصحيح غير مباشرة لما أعمله إيقاف لتطور اللغة عنده أو أصيري خافي حكي كلمة مشان ما تطلع غلط طبعا بعمل الروضة مرفوض أنا بشكل مباشر إنه لأ هاي اسمه سيارة وبصلح اللغة بشكل مباشر لأنه وصار بالعمر المفروض يقول فيه الكلام بشكله الكامل طبعا أنا أزا طفلي متأخر لغويا بالبيت بكل بساطة الأغاني اللي بغنيها مع الأطفال أغاني الأطفال طبعا ما بحطوا على اليوتيوب لأ بغني أنا وياه بغنيه لو هو عم يتطلع وقت ما يتطلع طفلي على حركة شفايفي أو ما يحط عينه بعيني هم مؤشر إنه أنا حكوفي عندي تواصل فيه مشكلة وتأخر باللغة بغني كتير للأطفال بقرة كتير قصاص بعمل مواقف تعليمية كيف يعني تعليمية كتير أشياء بسيطة ممكن تكون بالبيت ممكن تكون معي بالمطبخ أنا عم نمن فيها لغة عم بحكيه مع الطفل ألعاب الطفل وقت عم يلعب فيها نحنا عنا لعب تخيلي عند الأطفال وقت بلش يعمر وقت بلش يتخيل كمان هاي بلاحظه أذا طفلي ما عنده هاي هو بكون عم يحكي مع الألعاب أذا ما عم يلعب بطريقة كتير تجريدية أذا ما عم يحكي مع عم يتواصل هو وألعابه كمان أنا بحط إشارات استفهام بشيك أنا مو غلط أني دائماً كون عم شيك عم الطفل بالمراحل اللي عم يكبر فيها في عندي ثغرية ترى ولا أمور كلاتها بغير لأنه تأخروا اللغة هو يعني يعطينا مؤشرات لمشاكل حقيقية ومشاكل شوي كبيرة عند الطفل أهمية الوعي على هذا الممط وأهمية الوعي عند الأهل يعني أمتى هنن المفروض ياخدو طفلون عند الطبيب اللي يشوفه ممكن يكون عندهم مشكلة ربط باللسان هاي كمان كتير سبب رئيسي بتأخر الكلام عند الأطفال أو ممكن عندهم ضعفة بالسمع أمتى أنت بتنصحي الأهل أنه يتوجهوا لطبيب اللي يفحص طفلهم بشكل كامل ليعرف أنه السبب الحقيقي من ورا تأخر الكلام أنا ما في غلط إذا أنا بعمر السنة أو عمر السنة وشهرين شيكت على السمع عند الأطفال بإخلاص إذا قالنا أنه الطفل عنده كتير رشوحات عنده يعني أمراض كتيرة إنه بتسبب إنه ممكن يكون فيه ماء بالأدنة أو كياس ماء بالأدنين ممكن هو إنه تأخر شوي عنده الكلام أو النطج الكلامي طبيب الأطفال بيمكن يشيك لي ممكن يشوف لجام اللسان طبعا اللي عنده لجام يكون عنده مشاكل بالرضاعة يعني مشكلة بالمص فأنا رح شوفه أحيانا يكون لجام صغير بس هو ممكن يعملي مشاكل باللغة فهذا كمان الطبيب كتير سهل حتى الأم سهل إنه تكشفه يعني مجرد ما تحط إصبعتها تحت الليسان حيبين الليسان الليه من نص فيه مثل النجاصة الشكل تبعه هذا سهل إنه تكشفه ربط الليسان بس فيه نقطة اللي حلوه يعني اللي حلو مشكلة ربط الليسان وكبروه بس لهلا مثلا لغتهم ما عاد تثبت لهلا مثلا الأحرف ما عاد بيلفزوها بشكل صح شو السبب؟ تماما مثل ما قلنا نحن وقت أول ما حكينا أنه وقت بيكون أنا عندي فغرات بالتطور وراح كل مرحلة اللي هذا الحرف أو هاي الكلمات لازم تطلع أنا ما رح تتصلح لحاله بدي أرجع أعمل إعادة لتأهيل الجهاز يعني بيأهل اللسان من أول وجدة أنا بكون اللسان رخو يعني ممكن هو يكون نازل بالتم مانو مجدود بعمله شوية تمارين بعمل تمارين للوش تمارين لللسان بحفز نطق عند الطفل هي مرحلة كتير بسيطة وبتجاوزها بمجموعة من المساجات ممكن أي أخي الصائي أو ممكن أي أحد عنده خبرة بالجهاز النطق يفيد الأم فيها مشان هيك بيتأخروا هدو اللي عندهم أطفالنا اللي عندهم اللي جان بس هي شغلة بسيطة بتنحل أكيد قبل ما نختم حديثنا معيك النصيحة الأبرز اللي تحبيت وجهية اليوم لكل الأم عم بتتابعنا ويمكن لسه منتبهت على بعض المؤشرات اللي ممكن تأدي لتأخر الكلام أو نطق عند طفلة تماما يعني إحنا عمر السنة ونوصلت للسنة وتمنت شهر كتير عمر خطر يعني جزء من إضطرابات تواصل بتظهر بهذا العمر فكتير الأم تنتبه يعني ما تاخد ببال إنه أبوه تأخر عموه خالته تأخر بالنطق بده دائما تشيك ومو بس عن طبيب الأطفال طبيب الأطفال بيفحص الطفل عضويا فهو ممكن يشوف الجهاز النطق سليم الأدنين سليمين فبيقول إنه كل شي سليم احنا بدنا نشوف اختصاصي اختصاصي مع الطبيب هو اللي بيردف إذا ابني أنا عنده مشكلة أو لا طبيب لحال ما بيكفي واختصاصي لحال ما بيكفي بدنا نكون نحنا تنين مجتمعين سوى لنقدر نقول إنه أمورنا بخير أو لا في عنا مشاكل نتمنى الصحة طبعا لجميع الأطفال أكيد أكيد نتمنى الصحة لجميع الأطفال شكرا لإليك شكرا لمعلوماتك شكرا للك شكرا لكم أهلا وسهلا شكرا لكل معلومات شكرا لكم شكرا لكم شكرا